الكل يتحدث الكل يهدد الكل يتحدث عن ضرورة تنفيذ عمل لن نتوقف عنه أمام السموترش بن كفير لأنهم ليس لديهم خلفية عسكرية يعني التصريحات السياسية توحي بأن هناك شيئا ما سيحدث في لحظة ما لا بد من حدوثه لكن الفارق هو تحديد الإطار أو الوقت المناسب لتلك العمليات والكل يجمع بأن استمرار معارك غزة هي الحائل الأول دون الاندلاع لهذا السبب نجد أن إسرائيل ذهبت باتجاه التصعيد النوعي أي بمعنى آخر تستهدف القيادات هي الآن هذا ثاني قائد رئيسي في حزب الله ومباشرة إسرائيل لشرت صورته مع قاسم سليماني لشبك العملية بأن هذا الصف من القادة على اتصال مع إيران وغير ذلك جاء الرد لحزب الله منسجما مع حديث نعيم القاسم بأن الرد يقابل الرد وبالتالي أي معادلة الرد ستبقى قائمة لكن التصعيد الإسرائيلي نوعي التصعيد من قبل حزب الله كمي هناك تصريحات متباينة يعني الجزيرة تحدثت عن 150 مقذوف وصاروخ مصادر 200 مصادر أخرى تحدثت عن 250 لكن لا يوجد حديث عن إصابات يوجد حديث عن حرائق تقريبا ثلاث كيلومتر مربع ثلاث ملايين متر مربع لكن لو حقيقة 200 صاروخ أطلقت باستهدافات دقيقة أو بصواريخ موجهة دقيقة كان يمكن أن تتحول الساحة الشمالية إلى ساحة عمليات مفتوحة لهذا السبب هناك تصعيد إسرائيلي نوعي قابل تصعيد كمي من قبل حزب الله أعود إلى جبهة غزة تحديدا في الجنوب اللواء فيز الدويري طبعا محمود سيساعدنا لنصل إلى هذه الجبهة لاحظ معي يبدو بأن منطقة المناورات الإسرائيلية وهي دائما نشير إليها باللون الأصفر هي ليست منطقة سيطرة وإنما منطقة مناورات للجلس الإسرائيلي يبدو بأنها ثابتة منذ فترة طويلة ما الأسباب؟ من أسابيع أولا القوة كانت خمسة ألوية تم سحب لواء المشاة لواء مدرسة المشاة وأبقي على خمسة ألوية تقود الفرقة 162 خصص جزء منها للممر فيليدلفيا وبقية القوة توزعت بين تل السلطان في الغرب وفي المنطقة الشرقية المطار والشوكة والسلام ومنطقة المخيمات العقد الرئيسي كانت هي مخيم رفح وقلب مدينة رفح هذه المنطقة مكتظة والآن دخلت يبنى وبقية المخيمات الأخرى التي نفذ به الكمين يوم أمس فهذه المنطقة تعتبر الكورنر ستون أو حجر الزاوية في هذه المنطقة من تجارب سابقة لجيش الاحتلال عندما كان يدخل في مناطق المخيمات وآخر تجربة له في مخيم جباليا رغم أنه دمر كل شيء لكن دفع ثمنا باهظا من جنوده ومعداته فحساباته أصبحت أكثر حذرا وبالتالي لاحظ بعد العملية المركبة قبل 48 ساعة حتى هذه اللحظة هناك محاولات للدخول يعني هناك عمليات جس نبض يبحث عن نقاط ضعف في القشر الدفاعي في هذا اليوم تم استهداف دبابتين مركافة تراجعت القوات إلى منطقة شبه آمنة أو ابتعدت قليلا عن مدى هذه الأسلحة اللي هو تقريبا 130 متر ويعتبر 100 حد أقصى في معظم الحالات فبالتالي هناك تحسابات وخوف من الدخول في عمق هذه المنطقة رغم أنها تبدو على الخارطة منطقة صغيرة لكنها هي الأساس التي تعتبر العقد الدفاعي الرئيسي التي يصعب على الجيش الاحتلال أن يغامر ويدخل بها ترجمة نانسي قنقر